أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن حماية الحريات وترسيخ وصون حقوق وكرامة الإنساء أسس ثابتة ونهج مستمر لمملكة البحرين وتحرص الحكومة على جعله أحد الركائز الرئيسية في السياسات والمبادرات والبرامج وذلك بما يعكس الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله وراءه جاء ذلك لدى لقاء اسم وحافظه الله بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد جميل بن محمد علي محميدان وأزير العمل والسيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وذلك بمناسبة مواصلة حفاظ مملكة البحرين العام الخامسي على التوالي على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال حيث أعرب سموه عن الشكر والتقدير لهما ولكافة أعضاء اللجنة والعاملين في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الحكومية المعنية والتي استطاعت بعملها بروح الفريق الواحد من تعزيز موقع البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يعد نجاحا للجميع وقال صاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء إن مملكة البحرين تسعى دوما لخلق المبادرات والبرامج وتطوير قوانينها لصالح العمال وأصحاب العمل من جانبهم أعرب كل من وزير العمل ورئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر للجهود المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوجيهاته السديدة التي كانت هي الرؤية والطريق لكافة مسارات العمل الوطني مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل من أجل رفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل فيما يتعلق بالجانب العمالي ومكافحة الاتجار بالأشخاص